بسم الله الرحمن الرحيم وحييكم بتحية الإسلام العظيم فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته معالي الرئيس الزميلات والزملاء أصحاب السعادة قبيلة العجار ما في لواء نعور التي عشق أهلها وسكانها حب الوطن وتجرعوا الانتماء والولاء لقيادتها الهاشمية كابراً عن كابر فهموا معنى الوطنية ودرسوه لأبنائهم ليكونوا حماة الوطن أوفياء له قادرين على لبنات التقدم والرقي منافسين وبقوة في مجرات العلم والتعليم سباقين للتميز فهم حصاد الأجداد من نشو على فطرة الإسلام وحب الوطن معالي الرئيس لقد تمنينا على الحكومة كما هي أمنية المجتمع الأردني أن تركز الحكومة على التمكين الاجتماعي والاقتصادي بإدائها ومخرجات أعمالها وعلى الحد من البطالة وتشغيل الشباب والشابات ليكونوا فعلاً عماد هذا الوطن ودعم وتطوير آليات التعليم والتعليم العالي وعلى كل حال فإن مشروع الموازنة العامة للعام 2022 للحكومة والوحدات الحكومية والذي قدم لنا من قبل الحكومة الرشيدة فيه من الإيجابيات والحلول والتطوير والإنماء لبعض القطاعات التي تحتاج فعلاً لذلك وخاصة قطاع الصحة والتعليم وكما جاء في الموازنة فقد تم زيادة المخصصات المالية لشؤون الصحة بنحو 177 مليون دينار لتصل إلى مليار 133 مليون دينار وزيادة مخصصات شؤون التعليم مئة مليون ليتصل إلى نحو مليار 283 مليون دينار وهذه الزيادة في القطاعين معتبرة وفي مكانها الصحيح فهذان القطاعان ذو أهمية كبرى للمجتمع الأردني والمحافظة عليهم تعتبر من أولى الأولويات وبعد دراسة تحليلية للموازنة المخترحة من قبل الحكومة للعام عشرين واثنين وعشرين فأقول ما يلي بالنسبة إلى مرتقزات وفرضيات الموازنة العامة أثرت جائحة كورونا على الاقتصاد وأدى ذلك إلى انكماش الاقتصاد مما نتج عنه انهيار وتراجع لبعض القطاعات وكانت المحصلة النهائية له زيادة البطالة وإرهاق الخزينة بتكاليف إضافية وهذا الأمر لم تظهر لنا الحكومة في الموازنة المكترحة كيف معالجته وما هي البرنامج التشغيلية المكترحة للحد من البطالة وتخفيض مستوياتها وإجراء التحسينات في القطاعات التي تضرَّرت كالسياحة لتعود إلى عافيتها وتصبح قطاعات منتجة وحيوية مرة أخرى تُنسِّب وزارة المالية الاختلالات الاقتصادية إلى ارتفاع الدين العام وقصور الإرادات المحلية عن تغطية النفقات الجارية فهل بيَّنت الحكومة الأسباب الحقيقية الفعلية لهذا القصور وكيفية معالجتها وما هي الأسباب الفعلية لإرتفاع الدين العام وما هي الوسائل والإجراءات التي تتَّخذها الحكومة للحد منه في ضوء تحسين البيئة التشريعية والرقابية للحكومة من المحاور الأساسية في الموازنة تحسين البيئة الاستثمارية وتحفيز التشغيل ودعماً لقطاعات الاقتصادية كالسياحة والزراعة والصناعة مع توقَّى الحكومة عودة القطاع السياحي للعمل بأسرع وقت ولكن هل قامت الحكومة بوضع خطط بديلة في حال لا سمح الله لم يتم فتح جميع القطاعات وخاصة السياحية والصناعية وأما تخصيص مبلغ ثلاثين مليون دينار لدعم تطوير الصناعة فهل يعتبر هذا المبلغ كافياً لهذا الأمر خاصة ونحن نبحث عن تطوير الصناعات الكبرى والتلكمولوجيا للحد من البطالة وزيادة الدخل القومي وتنشيط الميزان التجاري وحركة التصدير بناء على الموازنة فأن الحكومة ستنفذ مشاريع رأس مالية سيادية كالناقل الوطني وسكة الحديد الوطنية ألم تفكر الحكومة جدياً في الاستفادة من التشاركية بين القطاع العام والخاص في تنفيذ مثل هذه المشاريع وذلك للتخفيف من العجز المالي في الموازنة ارتفعت النفقات الجارية بمبلغ ثلاثمائة وسبعة وعشرين مليون دينار لتصل تسعة مليار ومية وسبعة وسبعة ومية وسبعة مليون دينار فارتفعت النفقات الرأسمالية المقدرة إلى سبعة مليون وثمانية وتسعین مليون دينار لتصل عشرة مليار وستمية وثمانية وستين مليون دينار والسؤال الموجه للحكومة ما هو تأثير هذه الزيادة في زيادة نسبة التشغيل والحد من البطالة وهل هذه الزيادة التشغيلية والرأس مالية مبررة فعلاً وذات جدوى أم إنها تقديرية فقد دون أن يكون لها تصور حقيقي على أرض الواقع إجمال نفقات الوحدات الحكومية حوالي مليار وخمسمية وثلاثة عشر مليون دينار بزيادة قدرها مية وثمانية وثمانين مليون دينار علماً أن الحكومة وعدت سابقاً بدمج بعض الوحدات الحكومية بوزرات أو دوائر حكومية لتخفيف الإنفاق التشغيلي والرأس مالي لهذه الوحدات ولكن الأمر لم يتم بل زادت النفقات فهل للحكومة بمبرر واضح في عدم إجراء الهيكلة والدمج والإلغاء لبعض هذه الوحدات وهل يوجد لدى الحكومة دراسة واضحة حول هذه الوحدات وما الفائدة منها المؤشرات السلبية والتحديات في الموازنة المقترحة العجز المتوقع في الموازنة قبل المنح المتوقعة اثنين مليار وستمية وأربعة مليون دينار وبعد المنح المتوقعة والمقدرة بحوالي مليار وسبعمية وستة وخمسين مليون دينار هل لدى الحكومة خطة واضحة في حال لم يتمت الحصول على هذه المنح وبنسبة المنح الخارجية عشر بالمية مجموعة الإرادات المحلية تشكل الرواتب حوالي ما نسبته أربعة وثمانين بالمية من إجمال النفقات الجارية وهي نسبة مرتفعة جدا لا تحتوي مشاريع النفقات الرأسمالية على مشاريع كبرى مؤثرة اقتصاديا وفيها زيادة الانتاج وكفاءته استندت الموازنة في تقديراتها على نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة والأسعار الجارية وهذا التوقع مبني على فتح كامل للقطاعات وعودة إنتاجها بالكامل كما كان الحال قبل الجائحة الزميلات والزملاء الأفاضل مع تقديري للحكومة في إعداد مشروع الموازنة لعام 2022 للحكومة والوحدات الحكومية إلا أنني أرى في هذه الموازنة هي صورة تقريبية عن ميزانيات السنوات السابقة مع بعض التجميل عليها ولم تظهر لنا الموازنة المقترحة أثر انعكاسها على الواقع وخاصة في التشغيل والحد من البطالة ودعم القطاعات السياحية وتطوير بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز الاستثمارات الداخلية وفي الختام أتوجَّه إلى مولاي صاحب الجلالة الملك عبد الله المفدَّة بالمحبَّة والتقدير والولاء والانتماء أن يصدر عفوه الهاشم المعهود عن سجناء الرأي العام بشكلٍ عام وعن المعتقل إسام العجارب ورفقائه أبناء عشائر العجارمة التي قدَّمت لهذا الوطن الشهداء والولاء والانتماء وكان أبناؤه أسوةٍ بباق الأردنيين درعًا حصيناً للوطن وما عدناه من مكارم الهاشميين فليس مستغربًا عنكم سيِّدي ومولاي صاحب الجلالة سليل الدولة الهاشمية والعفو مشيامكم سيِّدي حمى الله الوطن وقائد الوطن المفدَّة وولي عهده الأمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله